مهما كان مجروح للقبة الغدرة اللي ساكن فيها بو الزهرة نظرة ترديني يا محبين صلوا علي سين ده الغالي والله نفسه صل لنا في المصلى شوية وحنيني بسم الله يبديني وعنبي صلينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إله وصحبي أجمعين على سلام الناس كل شني أخواتكم لبس عليكم نحاول باش نحي أكلها وننسأ هي وكلمة تتهبر نحاول باش نقص منه وعلى الآخر لكن اللي غالب نسها المهم باش نحوي لكم لبس عليكم نحبكم برشة برشة ربي يبارك فيكم إن شاء الله وربي يجعل في ميزان حسناتكم الله يقبل منكم الصوم والدعاء يا رب العالمين وربي يعطيكم على قد نيتكم على قد قلوبكم الطيبة انتوما ناس طيبين واصحاب قلوب طيبة نحبكم برشة بنياتي نحبكم برشة ووليداتكم اللي تفرجوا فيها ويبعثوني في الخاص يعني بوسات ونحبهم برشة 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 ونجر شو ساميكم الكل لكن نقول كمرا نحبكم ماما هيدي تموت علي ونحب أختي زادة رجال البنات اللي تفرجوا فيه صغار هما أولادي والكبر هما أختي يعني كما أختي الأولاد هما أختي زادة ربي فضلكم ربي فضلكم لي إن شاء الله ما عليش ما عليش ما عليش متعب السيم واحدة يعني بطبيعتي نغلط في الكلمة المهم مش معناه جوع والله الحمد وللمهم مش نحويل لكم اليومة روحت انا من دار نور مقعات طبعا السبت لحد غادي المهم اليوم اليومة ان شاء الله دخلت للكوجينا طبيعي نرجع عندي غسلين معون وبالمره نبدأ نقص في المعون بش نحكي ثم برشة تعليقات جيتني فما أسألة جيتني ساعات ما نحكيش أنا على معلومات خارجة معنا خارج الداء وفما معلومات داخل الدار مثلا نستعمل الماء كيفيش وخاطر جيتني برشة تعليقات تفايد في الماء طبعا نحكيكم علي نوضحي لكم بالكدير كيفيش احنا طريقة الخلاص متع الماء او الضوزة كيف كيف حسيروا بعد كنت عادة نصل معهم ونحضر فطورنا اليوم شاوة لبناتك العادة لان الشاوة دي طيبتها في دار مونجي ونور لكن ما طيبتهيش الموني وصومي فانشا ربي يبركي لكم على كل حال نحبش ندخل في التفاصيل باش ما يتوالش ندخلوا المرة لولا نشي نقص المعون وبعدك نحضر فطورنا مع بعضنا نحبكم باشا ربي يبركي لكم وربي ان شاء الله يجعلوا سيام مقبول وان شاء الله يعطيكم القبول ومحبة الرسول ونشيوا مع بعضنا نقص المعون وهذاك الدور اللي ما نفلتوش منه بالكل وليزم لسقنا ليل ونهار اذا ما كناش نرقد ونحلموا بيه المهم حاسي الوديريكت انا دخلت الساعة للمعون عندي برشة معون الحقيقة والله بكل صدق يعني البنات قالوا لي ما تغسلش خليهم لينا روحوا طونق صنفليل وانا الحقيقة قطل مياس اما بعد من مستحيل معنا خطرين مش بشي قلقني انا واقفة باش نشلوا كي ما تشوفوا بالماء بركة وبعد باش نحطوا في الغسالة وكهو بعد نحطوا البرودوين يمتعوا ويمشي الحال ونقام بعض نضيفه نص ساعة نقام نضيفه يخرج يشرح فلما يقلقني بكل الوقفة ذاك هو الواحد اللي داية شوية الحمدولله لاباس وصحة لاباس طوى ما دامني فد فيه وكل كره وحل تونسي رحم ربي وكهوة وكعمكم نوردين يحكي ويسألون عليه والله البرد يا بنتي يا بنتي قالي من بيت واحدة ما نخرجش علما برد اذا كمش يخرج في النهار بيت الحال لخط البره سخونة لكن ديارة بردي كما تحكي سعدوده وجوجه وقالوا لي البيوت بردة والبره سخونة دافية يعني تبدأ الشامس وله حتى مثلا الشامس لكن تبدأ دافية مش كيمة البيوت فشي طبيعي لانه البيوت متاعنا غا دفتونس حجر وكل ويجور فهذا يكله يبرد المهم نرجع لنغسط ان شاء الله معاكم المعونة كل وبعد بش نبدأ الرصف فيه في المكينة هني الموضوع شنو اللي قلت علي بش نجيب دوينة الموضوع هذي انه كيفش نبزع برشة ماء خلنا نقولك ما احنا كيفش نخلص الماء انا في دار موني بنتي هذي هي تخلص في 600 دولار يسموها لهنى كوندو فيه في البورتمانيت بركة مش في ديارك لكن مدام في بورتمان تخلص 600 اعملت الزو اعملت الماء ما استحفظش عليهم ولا استحفظت عليهم كيف كيف مليون ومتين كل شهر في تونس او اكثر حتى قربت مليون وربعمية فهمت هذي كله منا يعني او انا او كيف ما نستعمل نحن 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 تسيق كما في تونس تستعمل تسيق وكيف يجب ان تحق وخبض حيوة وفوة أصحبت بالخشة تعملو برو دويو منه فيه وكانت تجربت برو دويو وماء سوف تعملو بكل خشة ما سنبقنا؟ نحن ندوشو نغسو صابون مرتين في القصالة مرتين في الأسبوع بقان المعون يعني ثلاثة حاجات والمسحة خفيفة كل مرة مسحة خفيفة ما تاكل حتى حتى اي ترتين ثلاثة ترتزية ما فهمتوني ولا بيت البعنو كيت تغسل لكهو ادوشي قديش واحدة دوش من فتجمعة ثلاثة مرات أربعة مرات ما هومش برشا كي خاصة كي نمشيو وكل هذيك واحدة يحتاجي وش في دوش فيها مهما دوشنا مهوش برشا يعني أنا كنسي بالماء وما يجينيش برشا رس شر دايك كي نبدأ نقصل بالماء دايك مش ميتا هذيك ويتزي مني نعمل كيكي أنا كي ما نعمل كي ما نعمل كي ما نعمل كي ما نعمل نزين صعب على الحط في وحدة كي شقالة وابدا دعمل والماء يتمسخ أنا ما نحملهيش الحقيقة بصراحة بالنسبة ليس الليموني يقال وليش فيك متحطش في صحفة ولا حاجة قال لغال يعني احنا قد ما تستحفظوا هنا قد من بذ وحنا ماء أنا وموني وصومين حنت ليس في الداء ما يتحسبوش لأولاد صغار ما يجي شي في الشهرية راهي مليون ومئتين مليون وربعمية دينار تقطهم موني في عوذ الماء والذو اللي يخذوهم هكيك هكيك البرجرام تاحهم مش جي كورتوانها في ديارنا كي أنا كنت عندي دار في كندا كانت خاطر متاعي أنا ومانيش في بورتمين داري تجيني ورقة متع ذو ومتع ماء كل فترة كي ما نعمل ونسوا ونخلصها وما تطلعش بارشا مهما كان هذية تدفع تستعمل ماء ولا ذو ولا ما تستعمل هومش تجيك مليون ومتين مليون وربعمية في الشهر تقطهم خاطي الكريه وخاطي دفعنا الدار مسكينة مليون ومتين وعلى هي توقعة يقولوا لي شلزك تقعد على شلزها هي خذيت وغلطة معنها مش غلطة هذك هوا البرجرام كل هكيك توقفتها وهكي تخلص على الأقل نستعمل الماء كي كي ما هكا ما يسويش ما هوش تبزيع هذة هذية شوية نشلل طرف المعون خاطبش يطلعلي مسخن بعد كينا نحط وغاديكا فهمت من شللوش والإذا نشللو الكسين والازحناء والمغارف وكل شي كل شي حتى مسكيكن نشللهم تحت سبيلهم وبعد يك نحطهم في هذي في الغسيلة وبعد يك نحطوا تغسل عروه هذي مدك نص ساعة وتاقف يعني ما تاكلش برشامي فهمت فالإذا يعني ما عاشت يقلقوا مني خاطر تقولوا مش ما تستحفظش هذي شو الميت يسر ما هابت وكل شي رولي رو هذيك الكلو يعني نخلصوا في حقوا بالدوب بالاربع مرات يعني مهما كان ما نستعملوش يبارشة على خاطر ديما 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 نخلصوا أكثر مونا بنتي مسكينة خلص يعني مليون وربعمية قرابة مليون وربعمية على طرفها ما في الغسيلة ولا في الدش ديش واشر هذية ولا طرفة المسحة ولا كله ولا دولة هذا هو اللي عنا ما نشفي تونس حتى نسيقوا كل يوم فهمت ان نمسحوا مسحان تنجم تمسحوا كل يوم لكن تسيق ليه ممنوع لخطر دارنا لوح إذا كان نصبوا فيه سطا الماء تبزع كاس ماء بالصدفة يبزع ولا واحدة مصغر نجري وننشفوا خطر يبوت الماء يبوت باللوح لأنه احنا كما شفتوهم الارضية لوح الديار لوح لنفمش ماء الفوقاني عاملين جرموت باش ميتعديش وحاجات تغلف لحيوت الكل من بره باش الماء تصب المطر والثلج ما يدخل النيش عازل لك الماء والبلل والثلوج وكل وليدي احنا قد ما نعملوا كل شي يره ولوح من نجموش نستعملوا برشة ماء يعني مليون وربعمية ما يسويش هذي الخلر نديم نحط فيه في الدش واشر على خطر ما هي تعمل الكالكير على مدة على طول المدة نحطوا لالبردويل متاع المعون لكن الخلر ديم نحطها كل مرة مرة في الجماعة مرة في الجماعة مرة نحط وانا قبل ما نخدم الغسالة نخليها شوية خلف وسطها وهي تصل وحدها الهني عنا فنتعدى وباش نحضروا معانا بعضنا العشاء اللي هو مشتها بصراحة بالنسبة لبنياتي انا عملته في دار نور شنو هو هو روز بالخضر عندنا هنا الهريس العربي وعندي السبناخ خنشي سبناختر عندنا السل قرباتي ومعبي بالطراب منشي كان السبناخ حاضر باش وعننا ربطين مع دنوس وعننا السبناخ سيدي بنسيدي نوعية متاع خضر اسمها الكيل ومنعرش اذا هو موجود في تونس والليل ما نعرفوش بالعربي شنو هو اسمه تقول تعرفو بالعربي تقولولي هاو كنبين بالجداء ظهر شنو هو انا وريتو لكم هاو كظاهرة ما نعرش تقولولي شنو عشي كنتي تعاودي وتعاودي اليوم باش نعمل روز بالخضراء على شكون المونيوس ومي على خطرة انا عملته في دار نور وكلم انو ما شاء الله وليدي عبدو مرتو مونجي فعملت هنا مجام مبنين والبنيات والليت رجعت المقفول وكس كيس معايا باش ننطيبو وبالنسبة روى ما بين سألوني على المسافة يعني قداش تبعد عليا دار عبدو دار نور بالنسبة لدار مونيه من هنا راهي تقريبا خمسة وثلاثين دقيقة بالكرهبة وبالنسبة لعبدو من الربعين لخمسة وربعين دقيقة زادة من هنا الغادي يعني هم اقرب لبعضهم نور وعبدو بقرب لبيوتهم لبعضهم خمسة اربوع ساعة هكيك بالكرهب ما بينيتهم بالنسبة لي انا هدا يهو المسافة متاحهم بيهي نرجع لروز متاعنا المهم اعنا عندي هنا كركم وهريس عربي نعني عشيخ وفلفل لكحل ملح وحتم ثوم بودر زادة حتيت وطبعا فلفل زينة هني هراس ثوم عملته ناقص شوية وعليه تابلو كروية هرست مع بعضهم وحتيتهم لهنيه وعندي طبعا كعبتي مباتات صغار وكعبة سفنيريا وسلقي ما قلنا سبنيخ وربطة مع دنوس بركة هريس العربي توها وحتيتها منيش مش نحط بركة خاطبة محبوهاش تجي بركة حارة مع الفلفل كهلو مع الفلفل زينة ولي حارة شنو قلنا وبصل هذا هو الخضرة متاعنا ما كثرتش بركة خضرة وطبعا الحمص هو الرئيسي بالنسبة للروزمتانا وطبعا الجيش وطماطم المعزون هاني ما قلت هاش عايكا ما نسيت كومش ولو انا ديم المرفيت ماني قلت شنو حتيت هذي كيف كيف نفس الشاي الغال مشهور الولادي يحبوه مش تي نعودوهش بش نعمل حتيت الجيش تروف تروف هما فخاذك مش الدبوس الفخاذ العريق هذيك وقسمتم تروف تروف وطبعا باش نفرقهم بالجده هاني نسيت الزيت لهنى مدامني نخلط فكرت قلت خاني مش نزيد شوية زيت شوية ملح زاده هالي شاكف شوية ملح ولذا كيني باش نزيدو شوية ملح حسيلو هنى نخلطو بالجده بالجده تظهر لكم اللي هو قبض شوية مازال ما تتحركش بالجده لكن زي ده دي ما تماطم المرحية راهي مش كيمة تماطم كونسنترين ما تحمرش برش ولدي ده ولكن اللي يهمني انا تكوني طايبة وابنين هذا هو المهم ولدي يموت عليها خاصتنك ريحة النعناع ولي كينو عصباء حسيلو هنطو بعد ما خلطو ظهور لي ظهور لي باش نعمل شوية ملح فعلا باش نعمل شوية ملح ونكمل نخلطو ونحطو يتفور باش نقسمو خاطر ما نتصورش يجوني فرد فرد تفوير الكل واللي ده باش نعمل اكثر من نص ومن بعد الاخر نعود وحدش باش نعمل له ماهيش مشكلة اللي يحب يبدأ عنده عيلة كبيرة انا هذك يكفيني خاطر موني وسومية وانا وزيد اللي بنيت يهزو من فطور يجيب الضابط ما نحبوش يبقالي باش غودو نطيب حاجة جديدة بقدر تربيش ان شاء الله شارية شوية قناوية نحب نعمل بها مرقة اللي بنيت شهينة قناوية ان شاء الله فلي ذي خلي واحد يعمل هكا باش شوية باش ميبقالش في الفرجي دير مهمتي خصلتي داياتي باش منمسخش الدنيا كل يكفيني دا مصخت دابوس الملح على كل حالة مسحت هراني هنا كل مرة نعمل تحريكة على خطر اول مرة مي يبدأ مبلل اهلا مام يبدأ مبلول باكل الخضرة مي الهوية تسكر يولي يخرجلي في الهوية منه من المقفول ولكن هو يفور بالداب رغم تشوفوا هكاكا نتعاركة نويةه لكن يفور هكا تشوفوا الفوية تفوري يفور بالدامة تعرفوا جاجة طمير تقولي اعمل هيا قفيلة قفيلة يا بنتي خيط ودورها ولكن انا مي مش نجيبه الخيط وخيتي ما مش نقطع صورية ولا مريول حاصيل مهم لبس علي هاني نطلع عليه فوري شرة هكا هاو هذك نوعية المقفول اللي انا جبت وقتها هاو كا شفتو كفيش يببخ بالكداء بهي هاني هاني كل مرة نطلع عليه هاني سوفوا نوريكم نطيب تسباكيتي الليين وما وفل الخوهة خاطر ما يكلوا ليش الروز بالخضراء ولوسا عمتلو كعب عظم سمط هيلو خاطر ياكل عظم في عوض مو بروتين في عوض اللحمة وهذيك ما تكلش الجيجي ومتغصب علي تاخد جيج حتى اليين نعم فيه في الروز تنجم تنحيلها شوية وتحطو تحطو يفور مع شوية تنحيلو الحرارة شوية وتتخنو مع المقرونة بتاعها سباكيتي اللي هي ما شاء الله معناه اللي هي ولتها بالهابنينة وتاكلها بالسيفة عليها الطن ما يكلوا ليش بشنا العظم ما تاكل هيش الطن ما يكلوا ليش الزوز فهنا المهم حاجة نطيبت هاني أنا رقيت وناقص وقت الي يفور وليت زدت شوية من شوية خضرة مش تجيش شوية خضرة زدت غاديكو شوية من الخلطة هي من زي الكبدية على خاطر يعني يخلط على بعض ويتيب قدرة ربي ونخليها على روحه يتفور بالكداء حتى الي نتيب ريحت وطالعه ما شاء الله جيران رامي يقولوا شنية هذي حسيلوا اللي عنده سؤال يسألني اللي عنده معلومة يحب يعرفها هذن نحاول وننلقى معلومة نقول هالكو اي معلومة الواحد يستفاد منها سبحان الله كمانا منعرش البلدان تعيشوا فيها وشنو كيفاش المعلومات يعني كيفاش الطرق لتعيشوا بيها نفس الشي انتوما تحبوا تعملوا معلومات على كندا هنا انا قدتك مقبيلة استمتت كعب عظم حتيت في الماء متاع الروز هنا غليت الماء باش من وقعتش نستنى غليت الماء وزدتو للمقفولة خطر بش ينجح وهذه طريقة احسن لباش من وقعتش نستنى وروز يبتع صي قريب يتيب الروز وانا كل مرة طبعا نحرك ونخليله هكا حفر حفر في الكسكيس بش يقع ديما يطلع كله بيخ ديما يباوخ بيه هي هنا برت هالو بالنسبة الالياس لخطر هما طوا بركة كلموني يعني تقريبا طوا ما طلاثة واربعة كلمتني ام وقالت اللي هي جاي في الطريق يعني دي جاي ولدها ركبته في الكربة ومن المدرسة وجاي الحمد لله نفرحت لي خطر الروز دي جاي معناه طابت التفويره لولا وحتيته خطر سخون حتيته في الطنجرة كل عادة كيما عملت في دار نور ديما من استغنيش على على الطنجرة بعد ما يتيب خاصة انا نفور على مرتين يعني نقسم ديما نعمل كمية عزيد حتى شوية ظهرت لي معناها لازم تتعمل عملها نقسم على مرتين المهم نحطها غاديك نحطها على جناب وطوا بش نعمل الكمية الاخرانية نحطها تفور على روح وهذا هو من غير منوريكم زينة من برا من غير حتشين نقول لكم نحبكم برشا ربي بركل مشاهية طيب الناس كل صون مقبول ان شاء الله دمتم في رعاية الله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته